وبخاصة إذا أخذ بما قلنا من الذكر والدعاء والمناجاة والانكسار وأعماد القلوب هذه كلها تورث طمأنية القلب وإذا طبعاً أن القلب استرحل عبد إذا من نعضم يأثير الاستقامة طمأنية القلب ثم أرث الاستقامة الله عز وجل قول إن الذين قالوا ربنا الله تتنزل هذه الثمارة طبعاً في الدنيا والآخرة تتنزل عليهم وعليك ألا تخاف ولا حزن في الدنيا والآخرة وأمسلوا بجنة هذا في الآخرة إذن من ثمارات الاستقامة لا شك طبعاً أنها تتنزل عليك لمن أقام حقها تتنزل عليك تثبته تهديئه ترزق الطمأنين إلى آخر من ثمارات الاستقامة طمأنينة القلب وبخاصة إذا أخذ بما قلنا من الذكر والدعاء والمناجاة والانكسار وأعمال القلوب هذه كلها تورث طمأنينة القلب وإذا تطمأن القلب استرحل عبد إذن من أعظم آثار الاستقامة طمأنينة القلب فتطمأن ترضى عن الله وترضى عن الدنيا وترضى عن ناس وترضى عن أهلك وترضى عن أحوال وعن أقدار العز وجل التي تحبها والتي لا تحبها هذه كلها من آثار الاستقامة فكلها تنعجز طمأنينة في القلب أيضا الاستقامة إذا يعني وفق الله العبد وأخذ بها وذكرنا قبل قليل بعض الأسباب والمثبتات تعصم من المعاصي طبعا المعاصي صعوبا لكنه رجع إذا يرجع على طبعه يتوب ويستغفر لكن مهما كان إذا استقام العبد وعرف معناها وحقيقتها وعرف أسبابها غالبا بإذن الله تعصمه من المعاصي والزلل وسفاسف الأمور كما قلنا لك بحاجة أدوات التواصل وكيف تسف فيها أنت إذا رزق الله الاستقامة على ما سمعت من الذكر ومنجاتي والمحافظة على الصلاة والذبه القرآن وأعمال قلوب غالبا ترتفع ترتفع جدا وتكون على مقام عظيم على مقام عظيم من الخيري ومن الفضلي ومن الترفع عن الدناية إذن كما يقول العلم هي بإذن الله تقع من المعاصي والزلل وأيضا تحفظ وهذا جانب آخر من التكاسل عن الطاعة التكاسل عن الطاعة لأنك إذا انكزلت بما سمعته بإذن الله تقالبا تكون دافع للطاعة والطاعة كما قلنا واسعة لا تنطع في الصلاة المسجد وهذا خير لا شك في الوالدين الرحم المعروف النكر والذكر لأنواعها وأبوابها لا تكون كسور لأن فتح الله وعليك بنوع من عبادة إلزمه فتح الله وعليك إلزمه كذلك أيضا هي إذا فعلا ظهر عليك مظاهر الاستقامة وظاهر الصلاة غالبا ينزل الله حبك في الناس بمعنى يحبك الناس ويحترموك ويقدروك وأنتم تلاحظون لكنك لا تنتظر حب الناس لا تقول أن استقمتم أحبا يا حي لا أحيانا الذي يحبك لا يقول أن يحبه والذي يقدرك لا يقول أن يقدره وأنت لا تنتظر بعمالك أن يراك الناس مستقيما أو أن ترى أثر استقامتك على الناس لا لا تفعل ذلك لكن مهما كان غالبا أهل الصلاة الصادقون المخلصون يحبهم الناس يحبونهم ويقدرونهم ويحترمونهم وحتى إذا جاء إذا دخل فيه استحوا يقدروه هذا لا يعني أن تكون ثقيلا وأن تكون تدل بنفسك على الأن إنما ابقى على سمتك وعلى حبك وإلا محبوك فأحبه حقيقة لا تنتظر حب الناس لكن مهما كان ذكر أن من أثى استقامة أن يرجع الله عز وجل الناس حبك خاصة إذا ظهر عليه أن السمت والطاعة والخلق الفاضل ومن أهم ما تكسبون به حب الناس ألا تتطلعوا إلى ما في أيديه خذوها إذا عملت معروفا أو حتى أنت بنفسك من صالحا لا تنتظر ثناء الناس أبدا 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 قدمت معروف لا تريد منهم جزاء أبدا وهذا يا أخواني قاعدة ذهبية قاعدتان هذه والجانب الثاني أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك فهذه القاعدتان إذا عشت بهما سوف تعب السعادة عبا وسوف يمتلئ قلبك ونفسك رضا لا تعلم أن لا تنتظر إلى الناس جزاء ولا شكور وقدم أنت سابق الخيرات وأيضا أن تحب للناس هذه قاعدة ذهبية حب للناس فأي شيء تكرهه في نفسك أبعده عن الناس وأي شيء تحبه وتقديمه الناس قدمه هذا ميزان لا ينخرج أيضا من أثر الاستقامة طوال الآية تتنزع الملائكة وهو التنزع الملائكة وهذا أهم شيء وعد الآخرة وعد الآخرة في نحن عليكم ولكم فيها ما تجلنا طبعا وأبشر بالجنة هذا أعظم غاية وهذه المبتغى المسلم هو الغاية وأن تتلقاه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا طبعا قالوا تخافوا على الحاضر وتحزنوا على ما فات وأن أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون